لا تغيب عنكم كثير ولكن أريد أن أشرح لكم حاجة بسرعة استخدام برنامج الكن ماستر الكن ماستر ناس شايف أنه صعب قوي ومش عارفين يشتغلوا معه هتعرف معاكم كده على كم حاجة بسيطة ومن ضمنهم الكروم الخضراء إن انت تحط حاجة خلفيتها خضراء وبعد كده تعمل لها أزالة بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة هتروح عند العلامة دي اللي هي إنشاء فيديو جديد لما تدوس إنشاء فيديو جديد بطلع لك 3 حاجات بتختارت 9 على 16 اللي هو التصوير هيكون بالعرض اللي هو المعتمد في اليوتيوب لأنك لو اخترت دي هيبقى معناها 16 لتسعة اللي هي زي برامج التيك توك وواحد لواحد اللي هو لو عاوز تعمل حاجة زي المشاركة اللي بتيجي اللي هي السورة المربعة هنبتدو الروح عند 9 على 16 بتضغط عليها بعد ما بتضغط عليها بيجي لك الصفحة فاضية هنشتغل على حاجة سهلة جدا سيفكم من الصور وسيفكم من كل حاجة انا هنشتغل على الخلفية دي وباختار من الخلفيات اللي نازل مع الجهاز وابرح مثلا اختار خلفية زي دي اخترت واحدة زي دي بعد كده لما بتخلص بتروح دايس علامة صح اللي فوق بنتضغط صح انزل بقى تاني للصورة دي اهيه بيبلغ جنبيها علامة بالأصفر اسحب الأصفر ده كده وتحرك هيبتدي يزيد معاك مدة العمل زي ما انتم شايفين السهم هنا دي كده 11 ثانية 12 ثانية 13 ثانية انا مش اخد من قطوكه كتير هنعملها مسلا على 25 ثانية خلاص احنا جبنا دي انا حملت من شوية صورة ولد خلفيته خضر عشان نشوفها نشتغل ازاي اما بتعمل كده وخلاص وطولت المدة بتختفي معاك كل حاجة هنا روح عند كلمة صح ان انت خلاص اعتمدت الصورة دي واعتمدت الوقت ده روح عند علامة صح اللي فوق واضغط عليها هتلاقي قدامك بقى الاشكال دي جات الوصاية انت عاوز تضيف فيديو طبعا هنا في الوصاية دي لو ضغطت عليها هيضيف الفيديو هنا بعد الصورة دي الصوت هيضيفه للصورة دي لا احنا هنبعدها احنا هنروح عند كلمة الطبقة دي قبل ان تروح عند كلمة طبقة روحوا ابدأ مثلا العمل هنا ان انا هبدأ بعد ثانيتين اهلوقت او ثانيتين وهبتدي احط الكرومة الخضرة هنبدأ بقى نروح لأهم نقطة احنا بندور عليها اللي هي طبقات طبقة دي معناها ان ده مجال الشغل بتاعك هتخلي شغلي هنا تحت تحت الشغل دي يعني كل دي بقى نفس الوقت يشغل فبتضغط علي كلمة طبقة هنبتدي نجيب اول واحدة اللي هي الوصاية الوصاية دي انا جبتلكم منها عشان اواريكم الكرومة جبتلكم صورة هي هنختار الصورة كده بتختار اللي انت عاوزوا من الملفات اختارنا الصورة دي خلاص شوفوا مكان الصورة بقى هنا تحت فانت الحاجة اللي بتلمسها هي اللي شغال عليها اللي بيتعلم عليها باللصفر يعني ما تحاولش تيجي هنا كده للتعليم على اللصفر هن ما تروحش بقى ان انت عاوز تشتغل على ده لا خليك على ده الاول اول حاجة الصورة جات كده انت عاوز الصورة مكانها فين؟ ابتدي يمسكها وتحرك بيها شمال يمين تبتدي تكبرها تبتدي تلفها شمال اللي بفاهم مين؟ جبناها هنا وقعت تجيه معي علي الكرومة الخضراء وتجيووا على الصورة دي هنجرب كده بصو هلمس دي كده بتجري ان الشغل دول هيشتغل على الصورة اللي هي الخلفية الزرقة دي المس الصورة اللي تحت كده هشتغل على اللي تحت دي و اتحرك في دول اتحرك كده هتلاقي عندك حاجة اسمها مفتاح الصفاء مفتاح الصفاء ده اللي هو كرومة الخضرة اضغط على مفتاح الصفاء بعد كده هتروح لكلمة تمكين تمكين دي يعني هنشتغل كرومة خضرة او ان انا هزيل الخلفية الخضرة واخلي المحتوى اللي موجود اللي هو الولد فبتدوس تمكين شايفين بقى الولد اللي واحدة هون اللي تحت دول بقى اللي اتنين دول ان انت بقى بتزود سورة الخلفية او تقللها نبتدي مثلا كده خلاص تفى لاخدر وكده لو انت عاوز تزوده فانتو هنا بتتحكمه في درجة اللاخدر اللي موجود خلاص بقى عندي بالشكل ده والولد بقى قدامك كده بتروح خلاصت بتروح دايس علامة صح اما بتدوس علامة صح اضغط بقى هنا الولد بصوا بقى عندي مفيش اي حاجة خضرة هي طب انا عاوز اديلو امجي كده حاجة تتحرك مثلا زي السلام عليكم بتروح مثلا انو احنا مكلكين عليه هنا باللاخدر هي تروح عند كلمة التعبير دي واختار مثلا واحدة وامية بطيق بصوا هيبقى بالشكل ده تمام التانية تردد انو يعمل كده نبض توطر ارسال انو يجيلك بالشكل بصوا يعني كاينك بتنتج فيلم كارتون بالزبط حلقة بالشكل ده بتبتدي تلعب بقى فيها وتعمل افلام منتاج وحاجة حلوة يعني طيب خلاص خلصنا دي هنختار مثلا حاجة زي كده مثلا بصوا بيتحرك اوه عائم مثلا خلصت روح عامل علامة صحي طبعا ممكن نستبدل الولد ده بفيلم فيديو هيتم فيه نفس الشيء بالزبط بعد كده انزل تحت بقى لصورة الولد دي وامسها تاني كده اقدر ان انا ازود الوقت بتاعه واقلله تعالوا بقى ان خلاص كده دوس بعيد وابدأ العمل بتاعك كده ودوس تشغيل بص السورة يبقى شكلها ازاي هتبقى جاية الخلفية كده وهتبص وطلق الولد اهو والولد بقى بيتحرك حاجة حلوة يعني طيب هوريكم بقى حاجة كمان بقى ان احنا ندلو حركة اكتر من كده ندوس ستوب وهنرجع نخلي شغلنا على ده اما تخلي شغلك على ده بقى روح عند علامة المفتاح شايفين المفتاح اللي على الشمال دي دي لو انت عاوز ترجع خطوة دي علامة المفتاح احنا شرح لكم دلوقتي دي السلة لو انت عاوز تلغي الجزء اللي هو عليه باللاصفر دي عاوز ترميه دي الطبقات ان انت تتصغر المسافة دي وتكبرها تعالوا بقى ايه نشوف الولد ده هنحركه ازاي بتيجوا هنا تخلص السهم الاحمر ده يبدأ من عند اللاصفر هنا في البداية خلاص نحرك سنة كده وروحوا دايسين على علامة المفتاح دي اهي عمل نقطة حمرة هنا خلاص امشي بقى الولد ده هتشمال شوية عمل نقطة حمرة تاني هنا خلاص اهي انت مين الولد كده وروح ماشي السهم اللي تحت ده كده ان الولد يبقي هنا تعالوا هنا بصوا بقى تالت السهمostatان بصوا عينكم هنا وعينكم هنا مثلا امشي كده حمرة ميحدي خلاص حمرة همشي من وحرك شوية فوق وحرك شوي خلاص بتاني عندي النقط دي النقط دي هي طالت حركة الطفل ده وتعالوا فوق واعمل صح تعالوا بقى نبدأ الفيلم بالشكل ده شايفين لما دوسنا تشغيل الولد بقى موجود وبيتحرك معايا في كل الاماكن ههو كأنه يعني فيلم جرافك يعني كأنه بتعملوا حاجة بس طبعا كل واحد بقى بيمنكم بيبتكر طيب نعمل اه تعالوا بقى هنا كده للطبقات مثلا دي وتعالى انا معلش اشترح لكم بس الحاجات السريعة التأثير دي لما تدخلوا فيها هتشوفوا مثلا ايه مغير اللون ان انت لو عاوز تحط حاجة زي كده بيغير لك اللون بتاع الفيلم لو ما تيجي تمشي كده هتلاحزها في عندكم بقى حاجات كتير هتلاقوها مثلا حاجة زي كده وتيجي تشغلها بص لقى بص الولد بالشكل ده كده في حاجات كده انت قدروا تعملوا لما اعمل رجوع خلاص مثلا انا خدت دي مثلا دي عملناها فانا عاوز اشيلها وهي يبقى عليها بالصفر كده زي ما بالصفر راح دايس على سلة المهملات اتحذف اللواء الشريط الثالث اللواء الطبقة الثالثة طيب عاوزين نكتب تعال كده في مثلا الكتابة النصة بتدوس كده وبتكتب الكلام اللي انت عاوز تقوله مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبتقول موافق خلاص جات الكتابة هنا اهي بتيجي بقى هنا في الابشن ده تلما الكتابة متعلم عليها بالصفر بتبتدي بقى ايه تتحرك هنا هنا لو عاوز تكتب الكيبور ده هي هنا تتحكم في الخطوط في التعبير مثلا التعبير اهو بيجي لك مثلا تردد بيجي زي كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي متعلم عليها بالصفر شدها لو عاوز تخلي الكلام قبل او بعد ممكن امسكها كده وطول ايدك وحركها معاك ايه هنا كده خلاص اعاوز مثلا تنقلها كلها مثلا بتبدأ تمسكها كده وتقرب بالمسافة تبدأ من هنا كده خلاص اهو كده خلصنا وبعد ما تخلص كل حاجة بتدوس صح التعبير وبعد كده انزل وقل صح هتلاقوا مثلا ايه كده من البداية هو بيجي لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن تقدروا تعملوا منها مقدمة حلو ايه لقناتكم البرنامج سهل اي حد محتاج اي حاجة في البرنامج الموضوع سهل ومش هقدر اطول عليكم اكتر من كده عشان يبقى ايه الموضوع سهل بالنسبة لكم لو النسخة دي فيه حاجات مش موجودة فيها اقولولي وانا اجيب لكم نسخة مهكرة بتبقى عبارة عن ان فيها الكول الوفشن وكل الفلاتر موجودة وبالاش بدل ما تعملوا نسخة مدفوعة خلصتوا يا جماعة بالشكل ده خلاص اتمنى يا رب ان الحلقة تكون عجبتكم وتستفادوا معي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته